على مدار يومين عقد منتدى عمان الأمني بمشاركة دولية وأقليمية واسعة لمناقشة سبل التعاون الدولي في تعزيز الأمن وتنمية الاقتصاد إضافة إلى تناول الاستخدام المتنامي للطاقة النووية في المنطقة والتحذير من مخاطرها اتفاضنا بحق التخصيب ومعالجة الوقود ناوي الأغراض السلمية سيكون له ريعة وسيكون له مردود اقتصادي وتجاري كبير جدا على الأردن لا يمكن أن نحرم حنة منه إسرائيل اللي هي غير موقع على المعاهدة وغير ملتزمة فيها تريد أن تكون لها احتكار نووي على المشرق سواء كان عسكري أو سلمي لا بد أن نعيش في عالم خال من السلحة الضمار الشامل وعلى رأسها السلاح النووي هذا ينطبق أيضا على منطقة الشرق الأوسط فلا بد أن تتخلى إسرائيل عن السلاح النووي وأن تخضع جميع مرافقها النووية لنظام الضمار الشامل والرقابة والتفتيش للوكالة الدولية للطاقة الزرية القدرات غير التقليدية والتي تشمل الجوانب البيولوجية والكيميائية والإشعاعية كانت محل نقاش إلا أن القضايا النووية حظيت بالنصيب الأكبر نحن الآن عشية عقاد مؤتمر 2020 الذرية وفي الذكرى الخمسين لمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية فأنه من العار أن إسرائيل ليست عضوا فيها ولديها سلاح نووي والولايات المتحدة الأمريكية تدعم إسرائيل بقوة وأسرائيل تعزز قدراتها النووية وهذا يهدد المنطقة وكل العالم المنتدى الأمني ينظمه المعهد العربي لدراسات الأمن بالتعاون مع عدد من الحكومات والمنظمات دولية إلقاء الضوء على المشهدين الإقليمي والدولي للحصول على رؤية واضحة هدف المنتدى الأمني إضافة إلى بحث خيارات السياسات الخارجية والتعاون الإقليمي ونزع السلاح وحظر الانتشار نووي لنا شاهين عمان آل معيدين